موسيقى 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 خبرني أكتار مين هو أستاذ راشد وكيف بدأ مسير حياته وانطلاقته وهو أحد بنائي هذا الوضع موسيقى نحن باسم موسيقى موسيقى من مدينة خورفكان تحديد من منطقة الزبارة طبعاً بدت مسيرتي أنا كموظف حكومي فبعدها طبعاً الحياة علمتنا أشياء كثيرة وطبعاً نحن نقتديها من الأهل والأولاد والوالد طبعاً أهم شيء عراسنا أنه بدت مسيرتي للوالد قال لي كلمة ولن الحجران محطنا في إذني أنه خلاص أنت اشتغلت أنت تعتمد على نفسك ما تعتمد على شخص ثاني كون نفسك بنفسك ونحن من منطلق هذه الكلمة أنا بديت في أحد المحلات التجارية اللي هو نغسل السيارات اللي هو نبع صور فورفكان فبديت كمحل صغير ومشت معي شوي شوي والحمد لله بديت برأس مال صغير جداً مش بذلك الرأس مال كبير كمحل تجاري واحد فبدينا نشتغل والحمد لله في عندنا زباين نشتغل فعلى الأساس هذا نحن فتحنا المحل الكبير هذا الحين حالياً والحمد لله ومن بعدها شفت التجارة فيها شطارة مثل ما يقولون صحيح كيف تمشي مع الزمن اللي أنت فيه حالياً ويعني من هذا المنطلق أنا خلاص يومياً بقعد في المكتب بفكر شو أسو القدام بعد شو أخذ شي يديده مش كله مغسلت سيارات لازم أكتح شي يديد بعد فحطيه في بالي حط إنه هو تنجيد سيارات بيكون مغسل السيارات بجنبها تنجيد سيارات يعني بيغسل أو بيجنب يعني نفس الموضوع وبما عند الأيام هذي بعد كونت لي شوية مثل ما يقول راس مال والحمد لله فتحنا مطعم اللي هو حين النجم العربي وقفاً صابقاً لشخص ثاني بس خلينا المسمى وكل شي عليه نفسه وبس مارك لي أنا يعني عم كلم من فترة وفترة وأخذ لي محل تجاري طبعاً قبل لا أدخل للمحل الثاني أعمل له دراسة أشوف يعني شو الشي اللي ديد اللي يبغونا هني الجمهور شو اللي يبي شو الأشياء اللي يبغيها فلابز أني أنا أواكب الشي هذا صحي والحمد لله واكبنا شوي 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 لحد الحين ما شاء الله عندي كذا محل تجاري خبّرنا أكثر عن محلات تجارية بساد راشد كيف بدأت تعالوشي بدأت فعالة من السيارات كيف توجهت أكثر من قسم أكثر من تفرر ما هي هذه ليش أنا توجهت لي أكثر من قسم أنا طبعاً انتجهت بطريقة أني أشوف الجمهور أهم شي الجمهور شو اللي يبغي أكثر شي يعني ما لازم أنا مثلاً نفتح سبر ماركت سبر ماركت ما شاء الله أعداد كبيرة في التصليحي طارات كثيرة صالونات كثيرة فقلت لا اللي بيمشي معاي هي غسيل سيارات أول شيء التسمر أو الزبون غسيل سيارة باستمرار يبي غسيل سيارته تنجيل يبي تلوين جلزات السيارات أو تبديل الفرش بعد في استمرارية صحيح صحيح المطعم طبعاً المطعم ما حاج يستغنع عنه صحيح 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 واشتغلنا والحمد لله بيع وشروال من الفترة لفترة بعدين أنا حتى نزلت اللي هو يعني عندي في الواتساب في الاستجرام قمت أوازع لأن عندي جمهور كبير صار وقمت أنا تواصل معهم بالواتساب والاستجرام جميل وفي تجاوب منهم والله فعلاً أنت مواطن وكذا عقب سيو سويت ضبط خدمة اللي هو توصيل للبيوت مع تنظيف تقطيع حسب الرغبة اللي تبغيها جميل وتعاملت مع أحد المطاعم مش هذا اللي عندي في مطاعم هناك موجود للشوي الأسماك قلت راح أتعامل معاك أي واحد مثلاً يبغي بدل ما أن يشوي في البيت أنا راح أشوي وأجهز لهني ووديل البيت جاهز وفعلاً ومشت الأمور والحمد لله ماشي فحتى حين توسعت يعني وصلنا للعين وصلنا لبوظبي في عندي كاستمر في العين في بوظبي في عندي في دبي في الشارجة وعندي في وادي الحلو حالياً عندي بكرة طلبيات خمس طلبيات تطروح وادي الحلو ماشا الله وكلها بالطريقة حي يعني أنا شفت الجمهور شو اللي يبغى صحيح الكاستمر يعني شو رغبته شو يبغي أخي أنا بقعت البيت كل شو يوصلني جاهز ليش أنا أكلف نفسي والسوق والأسعار يعني أنا يومياً بنزل قائمة أسعار لكل حاجة مثلاً عندي الأسماك اليوم أسعارها كذلك طبعاً أقل من السوق مش السوق مثلاً 40 أنا أنزل لل 35 من هم 35 أنا أنزل لل 30 يعني 5 زراهم فيه فرق مع ذلك 5 زراهم أنا تسوالي حاجة وايد 5 على 5 صحيح بس أنا المهم أهمني أن الكاستمر أو الزبون يكون مرتاح فعلاً أنت أصلاً كل يوم وهي 10 خمسة زبون كل واحد تأخذ منه 5 زراهم والحمد لله يعني هذه الخمسة بيبولك 10 والعشرة بيبولك 20 والعشرين بيبولك 100 صح صح بل هالطريقة بل هالطريقة موسيقى ذايت أنه تحدثنا عن عالم السيارات الذي بدأت فيه شو الخدمات التي عندك تميزات التي عندك تميز أنه عندي مثلاً الغسيل السيارات طبعاً فيه أجهزة يديدة كلها أجهزة يديدة حالياً أولاً يعني التميز الوحيد اللي فيه اللي هو بعد ما غسل السيارة بنبخر السيارة مجاناً بتبخير السيارة مجاناً والريحة تظل لمدة تقريباً سبوعين في السيارة ما بتروح هي هاي الميزة اللي خلت الجمهور يروح عن باقي المغاسر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مطعم كفتيري هنا في المنطقة موش علشات مواشر له善ه الجانب هذي الهنود اللي موجدين عندنا المنطقة أنت إذا تذهب إلى المطعم العربي يقول لك الوجبة 30 و 35 هنا نزلت الوجبات يعني يأخذ شوية كيمة يعني مثلا صالونة وكذا مع خبزة بدل همين بدل أن يروح هناك يأخذ لك بعشرين درم أو خمسة عشر درم حتى هنا عندي هنا في عندي المشاوي مثلا نعمل المشاوي المسائية وكذا وإشاء الله تذهب للمواطنين طبعا موشة نفسه سعر السوق أقل من سعر السوق عالم العبايات الإنساء عالم العبايات أنا والله يعني شوف عالم العبايات لأنه شفت من إعيالي من عند زوجتي ومن عند إخواني وخواتي يعني دايما بيقولوا والله نحن بنصير مكان فلان يشتري عباية أو ينفصل عباية قلتين ما رأيكم أنا أفتح المحل وتفيدوني كبداية قال خلاص من هالما انطلق أنا فتحت المحل أهام فتحت محل أول محل والحمد لله قام عندنا زبائع وأولهم طبعا البنت اللهل وكلهم اللقارب كلهم جميل من هالما أنا بديته حتى بعدها بفترة يعني بيكون ما بين المحل ومحل صار له ست شهور بس انه عشان فتحت المحل التاني للعبايات ماشاوه فالحمد لله في عندي بعد قبالية عليه ممتاز واسعار ممتازة جدا مش في ذلك الاسعار اللي فوق وبعدين القطع الخام بروحي بنفسي بروح اجيبها على فكرة يعني نفسي انا بروح اختارها نوعية هي من شلال انا اقول لك والله انا بيبشي قيمته بمليون وكذا يعني حتى مرة انا نزلت للكويت بنفسي مع العولات جبت تصاميم من الكويت حق هنا مش موجودة عندنا في الدولة جميل جبت على نفس التصميم انا هناك شارعين بمبلغ وقدرة بس جبت هنا فصلت منها على اقل من سعره ماشاء الله بالطريقة هي يعني بعقاد حتى يعني بالنت وكذا بنطالع ديزاينات وكذا بوعظ ديها للعامل وبيشتغل عليها وبننزلها اشتركوا في القناة فترقوا في القناة افتيارك الموظفين كيف كان صد راشد؟ الموظفين طبعا شوف انا كان عندي موظف واحد عامل صار بكمل معاي ماشاء الله من نفس الجنسية هاي يعني بإخلاص والحمد لله من أربعين سنة هو معايا ولحد الآن موجود بس الحين قلت لأنت أخلاص يجلس في البيت ومعاشا يمشي وهو اللي جاب لي هذي للعمالة كلها من نفس أهله يعني من نفس منطقته والحمد لله وكلهم نفس الجنسية ما في واحد باكستاني واحد كهندي لا كلهم من لهو البنغاليين جميل والحمد اختلاق الموظفية كان من متابعتك للعمل كيف كانت متابعتك ومتابرتك في العمل؟ والله المتابعة باستمرار طبعا بيوميا بتلاقي من الصباح لحد قريب ما يقولنا الحضرة اولا قبل للمساء للساعة تقريبا اثناعش انا بكون لاف على المنطقة كلها يعني بقعد ممكن ساعة ساعتين المنطقة هاي ساعة 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 بروح كذا وبرجع نفس الموال اذا ما هم بكون هنا اطلع طبعا نحن عندنا عزب نطلع على العزب وذا ما اطلعنا العزب هني جميل حتى فترة العياد عند المناسبات هني بتكون عندي زحمة من المنطقة اكون انا متواجد واحد من اخواني يكون متواجد معاي مساعد يكون متواجد معاي اطلع انا من اهني اسير لمكان ثاني هو بيكون اخوي متواجد نقعد الساعة اربع الفجر لحد ما نسكر له حلا السادة راشد بعد هذا النجاح الباهر رؤيتك المستقبلية لولا تكون والله رؤيتنا المستقبلية ان شاء الله تكون الاحسن نحن نتمنى تكون لي الاحسن وراح يكون نطور في شغلنا اكثر ونبدع فيه اكثر وان شاء الله يكون افضل من الحال الحين احنا فيه طبعا حين في وضع الكورونا هذي شوية الامور مدأزمة بس الحمد لله نقول ونتمنى يعني ان دولتنا طبعا ما مقصرة فينا وحكومتنا ما مقصرة وكل ما مقصر يعني متساعدين معنا بكل حاجة خاصة اذا كنا احنا مواطنين لو توجهنا اكثر الجانب وطني استاذ راشد يعني لو نحكي على نعمة الامن و الامان في هذه الدولة عزيز على قلوبنا شو بتعني لك والله الامن و الامان شيء واحد يعني قد ما توصفه بعد ما راح تقدر يعني توصل انت تبغيه الحمد لله يعني النعمة والامان اللي موجودة عندنا شيء اكثر من اللي احنا نتوقع يعني تمام الحمد لله يعني الامن و الامان عندنا استبداب قامل حتى لو انا بطلع من المحل هذا راح يكون فيه امان من غير الكاميرات هذي لان خلاص انا صار لهم معاي سنين يعني لو اي ما راح يتغير حاجة من الاشياء اللي خلاص باستمرار فيه الدفاتر موجودة وفي كل حاجة كل سيارة تدخل بيغسلونها برقم السيارة ما شاء الله طبعا اه اللي ديب علينا من النعمة والتعم مع جميع الدول العربية والإسلامية نعم سيد راشد سيد راشد لو تحدثنا اكثر الان عن الجانب الوطني عن هذه النعمة لم تأتي من فراغ بفضلها عز وجل بفضل قيادة حكيمة قيادة الرشيدة اكيد طبعا ما ينصد شكر توجهها إلى شيوخ وحكام الإمارات على موفره لنا من نعمة أمن وأمان وبيئة الاستثمار الناجح والله نوجههم بالشكر الجزيل جدا لحكامنا طبعا ما نذكر شخص واحد الحكام كلهم ما مقفرين معانا بحاجة كل ما احتجنا لحاجة قالوا لبيك لحنا موجودين مش بس حق المواطن حتى الوافد قالوا لحنا حاضرين وحكامنا لو نحن ندعي لهم ليل مع النهار والحمد لله وقد ما لحنا نسوي ما نوفيهم ضد قدر اللهم قاعدين يعملوا يشتغلوا علي الليل مع النهار فنشكرهم بشكر الجزيلة الدن حكامنا الحمد لله رب العالمين طبعا ردي المفخر لأنها رؤول شنين وطين مقيم فيها هذه الدولة العظيمة طبعا قبل أن نجا همنا الوقت هناك سؤالة الأول لأننا حاربنا نطرع عليه أستاذ راشد عن الجواز اللي أخذتها في مرحلة نجاحك مرحلة تسلم نجاحك ما هي؟ الحمد لله حصلناك يعني نحن طبعا ما عند الجواز يعني بك فيه ياتنا يمكن ما موجودة حاليا يعني فيه اللي هي من الدفاع المدني اللي هو الشكر وتقدير يعني أننا ماشيين بنظام صحيح والبلدية كذلك عضتنا بعد شهادة تقدير شكر على اللي احنا قائمين فيه بالنظافة بالكل حاجة وطبعا أنا بشارك أصلا مع الدورات الرمضانية وبشارك مع المهرجانات بكل حاجة يعني حتى ما وصلنا مرحلة كانت في عندنا مهرجان قمنا عملت سيارة موجودة موقفها حاليا اللي هي غسيل متحرك ووقفنا السيارة هناك على الكورنيش خورفاكان وقمنا بديني أي ضيف عندنا جديد جاي على خورفاكان بنغسل السيارة مجانا جميل طبعا فعاليتك خلال موسم شهر رمضان خاصة بالأجواء نحن حاليا فيها الله يبدا عنك كل بلاه وكل مرات كيف تكون أستاذ عبدالله راشد بكون مشارك مع الدورات الرمضانية طبعا فيه مساهمات وبنشارك بي يعني مثلا أنا أدخل بفريق كرة مثلا أكون داعم للفريق كامل من بداية الدورة إلى نهاية الدورة الرمضانية بكل حاجة في كل سنة أنا بشارك بهذا الشيء بدخل اللي هو الاسم اللي موجود عندكم اللي هو أول ما بديت فيه اللي هو نبع القرن لغسيل السيارات دايما بخليه هو في الأمام لأنني منطلق من أساسي أنه كان هنا وبعدين تفرعت في الأشياء الثانية سيد راشد طبعا فيه نهاية اللقاء كلمة شكرا ليم تهديها للأشخاص المايزين بحياتك والله أشكر أولا الوالد على الكلمات اللي قالها لي والأهل اللي دعموني بهذا الشيء طبعا وربعي وجماعتي راشد توكلوا إحنا معاك بكل حاجة وهم أساسي أنا الزوجة لزاه الله خير واقفة معايا بعد والوالد والأخوان كلهم واقفين معايا بالبداية لانطلاق المشاريع هذه والحمد لله الحمد لله بنشكرهم جزير الشكر يعني حتى لو بتشكرهم بعض شيء بسيطة لهم صراحة يعني قال راشد أنت روح ولحنا معاك ودايما لحد الآن حتى عندي الولد بالحمد موجود بتلاقي باستمرار يكون متواجد معايا يعني كل نزل من العمل يكون متواجد معايا يتابع الأعمالي اللي موجودة نفس الشيء طبعا أستاذ راشد في نهاية لقانا أنا بتشكرك الاستضافة لنا وأرجو أن تسمع كما سمعت لي بتجول داخل هذه الأماكن بإستعراض بعض الأخطة صور فيديو لهذه هي الأماكن اللي ميزة وطبعا في النهاية نحن متشكرا يا أهلا وسعلا أحد الكفاءات في الإمارات واحد شباب فرسان تغيير يجبنا دائما وأبدا نفتخر بوجودهم في حكمة هذا نحن حاضرين في أي وقت في أي ساعة أنتم تبقوا انتصوا فينا نحن حاضرين متواجدين طبعا المتواجد على طول هنا ما بطلع مكامل شكور كبير الحمد لله لك شكرا نحن عبر المبقات سبا خليش شكرا لك المزير من تقدم الإزدهار لهذا اليوم وفي هذه الفترة من رمضان الكريم نتمنى لكم مزيد من تقدم والشفاء ومن أي داء وأي دور وفي النهاية انتظرونا بحضة جديدة كما عودناكم ودمتم بأمان الله موسيقى اشتركوا في القناة كما عدد اشتركوا في القناة من قناة ساحش كما عدد خصدر الرجئ أنتبط إذا أسلت من قناة وما عدد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة